العناوين التي تصدرت الصفحات الأولى لجرائد إفريقيا الشرقية الصادرت اليوم ومستهل هذه الجولة من رواندا حيث كتبت The New Times أن حملة التلقيه ضد كوفيد-19 والتي أعطيت انطلاقتها الرسمية في بداية مارس يمكن أن تكلف أزيد من 120 مليون دولار ونقلت عن وزير الدولة المكلف بالخزينة الوطنية ريشارد تسابي أن الحكومة تخطط لتلقيه حوالي 8 مليون شخص في نهاية يونيو من السنة المقبلة أي 60% من مجموعة الساكنة برواندا في كينيا أشارت الصحف المحلية إلى منح وزارة الداخلية للمفوضية السامية للاجئين مهلت 14 يوما لإغلاق مخيمي كاكومبا وداداب لدينية ضمان أزيد من 500 ألف شخص وذكرت دستار أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أكدت أن قرار الحكومة الكينية بإغلاق هذين المخيمين سيكون له أثر كبير على اللاجئين خاصة في دل سياق متسم بأزمة وباء كوفيد-19